السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم السمك كبايلة. هادي. ماشي سرديل كبايلة. مهم خصة تكون كبيرة. هادي دبا كبيرة ما بيناش مزيان. قد تقطع لها الرأس ديالها. هاكدا. تقطع الرأس مزيان. والي تحيدوا لها البطن ديالها. وغتغسلوها مزيان. اليوم ان شاء الله ندير معكم طاجين ديال كبايلة. كي جيزوين وغزال. هادي درتها في آآ طنجرة. وما حيتلاش هاد اللي ناجوها. اي هاد يمكن كي يقولون مزعاني في العربية. هادو. لانا من بعد ما تسلق. انا غايت تحيد كل شي. انا خليها تسلق مزيان حتى تطلع فيها الغلية غير واحدة فقط. انتو ما تشوفوا معايا. هاكدا هاي. هنا بدأت الجلدة حلك اتحيد. اذا هنا انا طفيت عليها. النار. وغنخليها تبرد شوية. غنصفها ملمة. تبرد شوية. وغنخدمها. هان ثو ما. حطيتها هنف هاد طاوة. حيت لها هادوك لجهة العنق ديالها. ثو ما. وغناخد السكين. وغادي نحيد هاد الجلد اللي بقى ديالها. هاكدا. ونقلبها كذلك. ونحيد جلد ديالها من جهة الأخرى. انا كنتكلم الان مع المبتدئات اللي ما كيعرفوش. هيت كي اللي ما كتزعمش على هاد الكبايلة. هاد الكبايلة زوينة. كي جي المراق ديالها. والأكل ديالها زوين. ولكن اه شاريتت ان تكون هاد الكبايلة جديدة. يلا تصيدت. يلا تصيدت. مخصتكمش. اه جيبوها ويقديمة. المهم هنا قسمتها على هاد الشكل من اللور حتى الامام. اه غناخد لها السنسول ديالها. كيف كتشوفو في الفيديو. وغادي نقسمها كذلك هاكدا. ها نقسم هاد نصف على اتنان كذلك كيف شفتو هنا. وراك يكون فيها الشوك. غادي نحيد هاد الشوك مزيان. هكدا. هاد الكبير. وغا نحيد تصغير هانتو ما شوفو كيف ندير ليه. غادي نتحسس هكدا. غا نتحسس هادا. ها هو الصغير هنا. الجوانب. المهم غادي نحيد الشوك ديالها كامل. لانه غا نديرها في مراق. هاد طريقة كتجي احسن من اللي خليتها هاكدا. اه كابيلة عن امانتها. اي كابيلة صحيحة. هكدا. مهم كيف قلت لكم ان الكابيلة خصكم جيبوها جديدة. غا نحيد هاد الجوانب ها ها هكدا. كيكونوا تماما في مشوك. خص الكابيلة جيبوها جديدة. ايلا نقيتوها في السوق قديمة بلا ما تاخدوها. لانه غا تخسروا فيها. غا تجيبوها. وغا تطيبوها. ولما تاكلوها. اه كين اللي عندو الحساسية منها. او لا. ايلا كانت تقديمة كيف قلت لكم. كانت تنوض الحبوب. لانه كيكون فيها واحد لا سيد لاكتيك. اذا من الاحسن شروها جديدة. اهنا ها هي ارضيتها كلها. ها كده على هاد الشكل في لي. الان غا دي ندير معها الخضار. عندي هنا الجازار. اه سلقتو. عندي اه ورق موسا. بطاطس. اه قز برمعد نوس. القرافس. وادا قطعتو غليت شوي. اه كين الفلفلاء. اه الكامون بزار والتومة. ليمونة. والطماطيم. وبالطبع كين زيت. الزيتون. انا غا ندير معها زيت. الزيتون. قدرت هنا الطماطيم هاكده. ضفت لها هنا الكرافس. اه غا دي نضيف لها القزبر معدنوس. ولكن غا نخلي شوية. ما نديرش كل شي. غا دي ناخد اه توابل. غا دي نخلطهم هاكده. مزيان. ثم قطعتو دكش. غا نخلطهم مزيان هاكده. انا مدرتش معها الحرور. اللي كي يحب الحرور يديرو. انا كان عزي الحرور ولكن ما بقتش قدرت عليه. ها ندير هاد القطع دي الجزر هنه. ثم غا دي ندير ورق الغار او ورق موسى. اه ندير كذلك الباطاطس. صرا ما طيباش. غا ندير الباطاطس لانه مخصشت اه طيب لانك تقدرت اه طيب بزاف. اضفت هنا زيت الزيتون كي بقت لكم. اه اه درت هنا التوابل اللي خلط. وغا نبدن نساو ان نوضع هاكده اه القطع ديال كبيل. وما عدل هاد الشكل. اضفت هنا الليمون اي الحامض هاكا قطع. غا نضيف كذلك. توابل مرة اخرى. لانه باش كل طبقة يكون فيها هاكده التوابل جيبنينة. وهنا اضفت اه ما تبقى من اه الكرافس. وانضيف كذلك. اه القزبر مع دنوس ولكن غا نخلي واحد شوية الاخر طبقة. هنا اضفت طماطعم. لانه السمك را كيلق ليه طماطعم بالاخص هاد السمك. نكمل هاد التبقى الاخيرة. ونضيف اه ما تبقى من التوابل اي الخلطة ديال التوابل يدرت. اذا انتبهتو انا مدرتش الملحة. لانه هو اصلا السمك او الحوت كيكون مالح. ودرت الحامض. والحامض هو كي عندو دور كذلك كيملح اي حاجة. اه اه احتمدو هاد طريقة ما تبقى وش زدو الملحة. واردو علي الخبار. هنا در الطماطم اللي بقات لأن در الطماطم ما يكفي ضفت هنا قزبر مع دنوت اللي بقالية وغادي نضيف واحد نصف كأس دي الماء يكون دافئ شوية وضفت كذلك زيت الزيتون الماء ضفته البشعي طيب البطاطس أما كل شي راح طيب وصفيها نغلق عليه هكذا ونخليه طيب وبنسبة لهاد كبايلة كالدربة بزفت الوصفات نتمنى أني إن شاء الله في المستقبل ندي لكم البعض منها ضفت كذلك الزيتون هاد الزيتون ديال الدار راني ما سلقته متى حاجة ضفتوا لأن الحوت راكي يبغي كذلك الزيتون ونتمنى أن هاد الطبق عجبكم وتجربوه كما هو قرد دولية الخبار هنا غنضيف إضافة أخيرة وهي طماطم المصبرة غنضيفة هنا زيتها شوية الماء وغنضيفة هنا ايا فتعطيتها هي لدة كي بقت لكم اتمنى أنا الطبق عجبكم وبصحة والراحة وانتمنى إن شاء الله أنطلق معكم في فيديو قادم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء إن شاء الله مع السلامة